إذا كان 82% من الجرعات تم حجزها مسبقاً ما الذي سيتبقى للدول الفقيرة برأيك من هذه اللقاحات؟ نعم مساء الخير وشكراً للصدافة ومساء الخير لمشاهدينك الكرام ودعيفك الكريم طبعاً الدول القادرة هي تحجز جرعاتها لكي تخرج من الجائحة هذا أول لقاح تم انتهاء المرحلة الثالثة منه وتم طبعاً ترخيصه في دولة زي بريطانيا كل الدول الكبرى طبعاً مهتمة جداً تخرج من الجائحة للظروف الاقتصادية والظروف الصحية معظم هذه الدول سكانيها سنهم كبير وطبعاً مهمة أولاً تطلع بسرعة ولكن بالنسبة لهذا اللقاح وشكة فايزر ربما لا يكون الأنسب لدول كثيرة طبعاً فقيرة أو لا تستطيع شراءه أولاً اللوجستيك الصعبة جداً فيه لأنه لازم يتخزن تحت نقل 70 درجة مقوية هو سعره عالي شوية أعتقد أن كان فيه اتفاق مبدئي لأن يكون إنتاج اللقاح ممكن اللي هو البتنت أو كيفية اختراع اللقاح ممكن الدول الفقيرة أيضاً تنتج هذا اللقاح بدون أي مشاكل علمية أو مشاكل بحثية يعني نحن نتحدث هنا عن كارثة كبيرة تحصد العديد من الأرواح دكتور يعني بيعت الحال الكشف عن هذا اللقاح خطوة جاءت متأخرة كثيراً هناك الملايين توفوا بسبب هذا الفيروس فهل باستطاعت الدول الفقيرة التي تعاني من مشاكل كثيرة وأمراض كثيرة أن تنتظر لغاية أن تقدر أن تصنع هي هذا اللقاح؟ نعم في دول المنتجة أو الشركات الكبيرة تنتج اللقاح زي أسترزينيكا زي شركة فايزر هما أصلاً بينتجوا اللقاح في دول فقيرة أيضاً يعني لا مش شرط أن هما ينتجوا في دول عالية أو غنية جداً يعني في الدول الشركات باستخدامهم كتجارب سريرية تقصد؟ لا 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 أقصد أن هما بينتجوا اللقاح لأن إنتاج اللقاح يجب أن يكون بكمية هائلة تكفي العالم كله فيه اتفاق مبدأي في كذا قمة عقدت أن يكون توزيع اللقاح متوازن مع كل دول العالم فيه اتفاق مبدأي أيضاً أن يكون تمن اللقاح غير بالتربح لا يوجد تربح في اللقاح وهذه نقطة أخرى سنتترق إليها دعني